نروح عند أماني. أماني يعني عداءة والعمر خمسين سنة وفي برشلونة وبتكسبي ناس وأرقام وبتكسبي ناس ليهم أرقام كمان في الجاري. هو مش بكسب ناس بس هو فعلا إنجازاتي جت بعد الخمسين. ده اللي نقدر نقول. بس أنا طول عمري في الرياض. وبحب الرياض والرياضة. إيه اللي خلاكي بعد الخمسين تقرري؟ هو هي جت كده بالصدفة. بس طبعا بعد برضو فترة طويلة في إن أنا حاولت إن أنا أخش سباق الرجل الحديدي. لكن أنا لقيت نفسي تميت خمسين سنة لما قررت إن أنا هخش السباق. لكن أنا بدأت من سبعة واربين. إحنا برضو بنشوف معاك السباق أهو على الهواء. بدأت من سبعة واربين. ده ده ماراتون. ده من الهما الستة أكبر ماراتونز اللي عملتهم بعد ما حققت الرجل الحديدي. تمام. وده أخد مني سبعة سنين عبل ما وصلت له وأنا ستة وخمسين دلوقتي وخدتها لسه في توكيو خمسة مائلس. بوسي أماني أنت عاملة أنا أعترف لك بصراحة. أنت عاملة كذا تحدي. أولا تحدي السن وسنين إنه السن رقم. إنه الإنسان يقدر يعمل رياضة مش مرتبط بالرقم. وعملة تحدي إنك معترفة بسنك. ده تحدي برضو. يعني وكمان إنك تفضلي تجددي شبابك بالرياضة. فكلمين عن التحدي ده. ما كنتش تفكري فيه قبل الخمسين. لا أنا كنت مشغولة مع ولادي وقتها. إن أنا قررت إن أنا هاعد لهم في البيت وأربيهم مع جوزي كنا في الخارج. فلقيت الناس بتجري في الشارع وعجبني الفكرة دي. وأنا كنت عايزة أكمل الرياضة. والرياضة الوحيدة اللي قدر أكمل فيها بجانب إن أنا قاعدة مع الولاد كانت هي الجارية عشان بأعملها الصبح. فتحسنتي فيها. ولما رجعت مصر حبيت إن أكملها. التحدي في دي بقى كانت إن في ناس كتير قالوا لي مش هتقدر تجري في الشوارع في مصر. الصبح بدري وخطر عليكي. وطبعا كل ده طلع كسب ومصر جميلة جدا ونقدر نجري. وكلاب نتجري ورايا. فطبعا هي مختلفة عن أمريكا. بس حبيت إن أنا لأ. يعني أنا عايزة لأن أنا ده حاجة بحبها وعايزة أكملها مهما يكون. فالحمد لله نجحت فيها وكملت لغاية لما قدرت أحقق السباقات الماراثنز اللي أنا عملتها عالميا. وقريتي في مصر بأمن وأمان؟ قريتي في مصر بأمن وأمان. أكيد.